أهلا وسهلا بكم متابعينا مرة ثانية اليوم راح نكملوا ياكم الجزء الثالث من امتحان الموليشة بريفونج لمستوى البيت سفاي وجبت لكم تعابير جدا مهمة صحيح صال اليوم ثلاثة ما نزلت مغاطع فيديو حتى يعني أكمل هذا الملف بصراحة الملف بتعابير جدا كثيرة فأيضا راح أخلي لكم يا بالوصف ورح نبدأ بالنقطة الأولى يعني تتقدم وتتحدث حول الأوفقابة اللي هي المهمة أو المهام اللي راح تجيك يعني كواجب فعدنا النقطة الأولى فأيضا يجب علينا تنظيم برنامج لمدة يومين النقطة الثانية يعني شنو هو رأيك شنو يجب علينا أو ماذا يجب علينا أو المفعلة أو تنظيمة ما شلقستو فور ما هو اختراعك أو شنو تخترح نختل بعده أولا يجب علينا أن نقرر و نقرر و نقرر يعني ربما يمكن البدء مع هذا الشيء اللي راح أنت راح تستخدمه يعني في البداية يمكن للمرء و تكمل النقطة الثانية يعني أفكار الشركة اللي هي يجب علينا أن هذه الفكرة ليست جيدة أو ليست سيئة يعني تقدر تقول مقبولة هذا يجب علينا أن تكون جيدة يعني هذا يجب علينا أن تكون جيدة بعده هذا يجب علينا أن تكون جيدة أعتقد أن من الأفضل علينا أن و تكمل يعني أنا أو فضل سنبايش بل أتفاس مخن يعني شنو تعتقد أو شنو رأيك يعني هل أنت معنا هذا موافق أو هل توافق على هذا يعني كيف سيكون لو يعني شنو رأيك أو شنو رأح تقول لهذه الشأن بعده أوفتيلung دي أفغابة الأوفتيلung يعني نقسم الواجبات مثلا يعني شنو يجب علي أن أفعل يعني ما هي المهام أو ماذا يجب علي توليه يعني مثلا أتولى في الجزء معين من الموضوع أو المهمة يعني النقطة البعض يعني شنو اللي أنت تريد تفضل أو تسوي يعني ما هي المهام التي تفضل القيام بها أو يعني ما الذي تريد أن تتولى ماذا تريد توليه يعني هل يمكنك أن طبعا لازم تكمل هنا وبعدها نتحط حلامة الاستفام ونختل بعدها عندنا أن نام دي أفغابة يعني هسا كل واحد رح يختار العفو فد جزء أو مهمة من هاي الموضوع اللي رح يجيكم مثلا يعني نعم أود القيام بذلك يعني اختارت فد مهمة علياني نو القيام بها مثلا يعني بالطبع أو بالتأكيد يعني لا توجد أي مشكلة سوف أفعل هذا إس اس فمي كاين بروبلم يعني بالنسبة إلي أو بالنسبة إلي لا توجد أي مشكلة نختل بعدها ها أخذناها لتستن أندس كان إشتاس ماخن يعني في النهاية يمكنني القيام بذلك لتستن أندس كان إشتاس ماخن يعني هذا الشيء مثلا أنه تقول مثلا ما رح أقدر أسوي أنه أنت متأكد من عنده أو رح يكون مثلا صعوب أو أنت مفاهم فرح تكون الجملة كالتالي يعني هذا لا يمكنني فعل أو يعني أود القيام بهذا أو بذلك لكن ليس لديه الوقت أو لديه الكثير للقيام يعني عندي هواية تفاصيل أو مشغول بيها يعني لما فهم من ذلك أي شيء نختل بعدها زو فيل كان إشت نشت أوبنم يعني لا يمكنني تولد كثير من هذا Das ist zu viel für mich يعني هذا كثير بالنسبة لي أو هذا هواي علي Für mich es ist nicht leicht يعني بالنسبة لي هذا ليس سهل ونشوف النقطة البعض فورشلقة لزنج der Aufgabe حسنان عندنا الفورشلقة يعني انت شنو تخترح لحل هذا الموضوع مثلا Womit sollten wir anfangen يعني مع ماذا يجب علينا أن نبدأ Was brauchen wir أو Was brauchen wir noch يعني شنو نحتاج أو شنو نحتاج بعد نختل بعدها Was denkst du Haben wir etwas vergessen يعني شنو رأيك هل نسينا شي أو Was denkst du Haben wir alles erledigt يعني شنو رأيك هل أنهينا كل شي لأeledigen اللي يعني تنهي شي يعني تم أو Wir dürfen auch nicht vergessen das وتكمل الفعل جميعات الجملة يعني يجب علينا أن نتذكر ذلك أو يجب علينا أن لا ننسى هذا الشي Ich denke wir konnten uns noch einmal treffen um noch einmal alles zu besprechen يعني أعتقد أو أظن أنه يمكننا أن نلتقي مرة أخرى لمناقشة كل شي والنقطة البعض vielleicht könnten wir bei einer tassete أو bei einem glas vain noch einmal alles besprechen يعني ربما يمكننا مناقشة ذلك مع كأس من القهوة أو مع كأس من النبيذ أنت شو تفضل تختار والنقطة الصورة الأخيرة über die ed lösen حسنا رح نجي نتحول على الأفكار مثلا ich bin ganz anderer meinung يعني أنا لا أوافق تماما أو عندي رأي آخر deine ed finde ich nicht schlecht يعني أفكارك أو فكرتك أجدها ليست سي يعني مقبولة das muss ich ab lehnen يعني يجب علي أن أرفض هذا ab lehnen يعني ترفض fachy das überzeugt mich أو das überzeugt mich überhaupt يعني هذا يقنعني أو أقنعني أو على الأطلاق ich bin davon überzeugt dass الفعل تكمل تخلي بنها الجملة يعني أنا مختنع بذلك أو أنا على قناعة بذلك أن wie würde der zweite Tag aussehen يعني كيف سيكون أو كيف سيبدو اليوم الثاني bleiben wir lieber bei minor ed يعني من الأفضل أو أود أن نبقى على فكر es ist ja toll dass wir alles besprochen haben يعني من الرائع أن نناقش كل شي هاي تقدر تستخدم بنهاية المناقشة ich freue mich dass wir alles besprochen konnten يعني أنا سعيد أن نناقشة كل شي لشخص ما أو etwas organisieren تنظيم شي ما أو das gilt vorher أو später ein zammel يعني جمع المال قبل أو بعد أو تقدر تقول ein zammel مثلا تقدر تقول حساب المال قبل أو بعد information zammel اللي يجمع المعلومات وعدنا etwas empfehlen أو etwas forschlagen يعني توضيح أو العفو توصي بشيء أو تقترح شي وعدنا النقطة الأخيرة اللي هي zish überlegen اللي تعني التفكير أو التفكير بشيء وأيضا مع محبتي لكم فهذا كان درسنا بالنسبة لحلقة اليوم إن شاء الله الجمل والكلمات والمعاني بصورة عامة تفيدكم ولي يستفاد أي شي أي كلمة أي معنى أي جملة من الموضوع يدعمنا باللايك والاشتراك بالغناة واللي ما عجب الشرح ما عجبت الجمل ينطينا ديس لايك ويذكر ليش السبب ليش ما عجبته فإن شاء الله يا ربي ما قصرت بالشرح وعذروني شوية طريقة كلامي مو قد زين هالمرة بالتسجيل عندي مشكلة شوية باللوس شوية تعبان بس رغم هذا قلت أنه لازم أسجل هذا المخطع جوز أكون طلاب يعني باقي اليوم ويوم يعني رح تمتحن فتحتاج إلى مزيد من هذه المعلومات فإن شاء الله قدرت يفيدكم بهذا الشرح وإن شاء الله رح حاول أكمل باقي الشروحات أو بعض التدريبات على الامتحان اللي عنده أي استفسار يكتب لي بالتعليقات وأنا حاضر للمساعدة وأتمنى لكم كل التوفيق تقبلوا تحياتي